اشتركوا في القناة مع علي وزير الداخلي عن خالص التهاني والتبركات لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين للاتحاد مواربا عن بلغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهم الشقيقين والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعاهل مملكة البحرين المفدى حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مثمنا معا له دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وحرص سموهما على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه صالح البلدين والشعبين وخلال الزيارة أشهد معالي وزير الداخلية بالتعاون والتنسيق الأمني رفيع المستوى بين البلدين والحرص المشترك على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مهنيا دولة الإمارات العربي على نجاحها في استضافة وتنظيم معرض إكسبو 2020 بدبي والذي يختزل ثقافة وحضارة 192 دولة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كما يتيح الاطلاع على ثقافة متعددة وتنوع واسع عبر أكبر تجمع ثقافي يعكس شراكة حضارية إنسانية من أجل مستقبل أفضل للبشرية وقد قام الفريق أولا مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بزيارة جناحي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة كما زار معا لي غرفة العمليات والتحكم التي تعد مركز عمليات التشغيل لهذا الحدث الدولي الرفيع وتتضمن حجد أفضل التجهيزات الفنية والتقنية وأكثرها كفاءة لضمان تكامل منظومة الخدمات النوعية المقدمة في مختلف أنحاء المعرض حيث أشهد معا لي بروح الفريق الواحد التي تميز آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الممثلة بالغرفة وفق أعلى مستويات الكفاءة وأرقى المعايير والممارسات العالمية كما طلع معا لي على القدرات الأمنية للقيادة العامة لشرطة دبي في تأمين الحدث العالمي باستخدام أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الصناعي بما يضمن أعلى مستويات الأمن والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية كما تضمنت الزيارة الاطلاع على دور جهود مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف بهدف توفير كافة عوامل الراحة والسلامة لزوار الحدث العالمي وفي ختام جولته ثمن معا لي الوزير القدرات التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تجلت بوضوح في تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير ماري بانان خالص تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق بالتوفيق ومواصلة التقدم والزهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر